موسيقى سيمهدي غاندي كنت هو العميد من المنتخب المغربي الذي يشارك في كأس العالم الطبخ في تونس أول شيء نريد أن أقول لك كيف تجربت هذه التجربة الحمد لله كانت تجربة جيدة من مطار محمد الخاميس إلى مطار تونس الحمد لله كل شيء كانت تجربة لا مع السلطات ولا مع المستقبلين المنظمين الحمد لله في مطار تونس الحمد لله السلطات تستقبلونا أحسن استقبال كان كل شيء الحمد لله مزيان ما رقينا تصعوبات وبالنسبة للناس المؤطرين المسابقة لقناهم في الاستقبال وفرنا جميع الظروف لكي نصلوا للوطيل الحمد لله كان كل شيء مزيان بالنسبة للمنتخب المغربي فهو حصد الجائزة اللولة او كيف كانت شعوركم وانتو ما تتحصلوا على هذه الجوائز الحمد لله كنا نتظروا أننا سنفوز كانت المنافسة قوية بين المنتخبات كانت القادية كانت قاسحة ماشي الظروف وذلك كانت قادية الحمد لله رئيس المهرجان قال بأن المغرب هو الفائز الأول ما صدقناش الحمد لله كلنا فرحانين غنينا النشيد الوطني الحمد لله الناس كلهم وقفوا معنا ماشي الثلاث تونسيين ولا الجزائريين ولا الليبيين الحمد لله كل شيء شرف بنا صراحة كل شيء شرف بنا وكل شيء أدام عنا النشيد الوطني الحمد لله حمد لله 35 منتخب منهم تونس الجزائر بوركينافاسو ماليزيا إسبانيا فرنسا سويسرا مصر تقريبا هذو مقنقل مقنقل مصير لم يكن مطبخ الإسباني مطبخ فرنسي مجموعة المطابخ العالمية والذي تنعرفوا بأنه كانوا منافسة قوية بناتهم كيفاش قدرتوا تتغلبوا على اليوم؟ اشنا هو السر اللي يخليكم تتغلبوا على هذا المطابر؟ السر ديالنحنا هو أننا حافظنا على التقافة المغربية في الطبخ المغربي أنه استعملنا البرودوي ديالنا لوكال ديال المغرب اللي يزيب يسخدينه ومنايا من مراكشنيت الأغلبية ديالي كلهما لوكال يعني تل مداق المداق بقى نحافظين المداق المغربي الأصل ما زلنا فيه طاجين 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 بالصح كوسكوس كوسكوس بالصح ما زلنا عليه طاجين تضع كما نضعه في الدار والتصح والأثار للانتباه ديال الحكام وكانوا أكبر حكام دوليين اللي كانوا وأنا ضمن هذه الحكام ومع ذلك كنت ترى في الناس كيف يستعملون كما يأتي كما يجيو الطبق المغربي كيف يرى يمكنك ما يمكنك هذا الطبق لا يقاوم ما الذي يمكنك من المسابقة لقد أكبر من المسابقة بسرع لان اخرى كما يجب لنا اكبر الطبق الناس ارتفاع طبق المغربي هو الذي أحد ما هي الأطباق المغربية التي تعملت بها كثيرا في هذه المسابقة؟ خدمنا الطاجين الحم بالبرقق العادي وضفنا عليه قليلاً لماسات بحلها وضفنا بيض السمان وخدمنا بالطنجية المراكشية التي هي بشفزنا نحن قاعد بالطروفي لأننا قدرنا في فئة المنتخبات لأن المنتخبات فيها ثلاثة الأشخاص واحد شارك بمقبيلة والثاني شارك بطابق رئيسي توراتي والثالث ديسير وضرنا تنجية المراكشية بالكوسكوس هذيك قاعد الصراحة للحكم كلها وما بقوا يشوفوا قليلاً يكراها ما عمرنا ضقنا بحل هذا من الديسير درنا بزيت أرقان ودرنا بأملو نحن قدمنا بخضوية من البلاد ما أعطينا شيء من بلاد أخرى أغلبية من بخضوية لوكال هذا الشيء الذي خلت لجنة التحكيم بقيت مرتبطة بالمنتخب المغربي بقيت هي تابعة المنتخب المغربي تم الناحية اللباس ديالنا تم الناحية الطريقة لكي ندخلوا للمسابقة الطريقة لكي نتعاملوا بيناتنا والتعامل مع المنتخبات الأخرين كيف نتعاملوا تهم هذا الشيء داخل في التحكيم لأنهم يحكموا عليه كي يشوفوا الانضباط من المنتخب المغربي في المسابقة والمنتخب كان الحمد لله كل شيء الحمد لله كانوا متفقين ذلك الشيء الذي نقول لهم هو الذي يدار الوقت المسابقة هو الوقت المسابقة كي نكونوا مجموعين من المسابقة قلت أنهم ساعدوا وكل شخص يدار راسم حتى أنا Webb بمساعدين معا يعني لا يمكن أنهم نتعاملوا ونصدقوا نحن نتعاملوا والذي يقفون معنا و تدريه تبارك الله زعمه كل شيء يمزيان الحمد لله منتخاب خاصوا شوية التفاتة باش الانسان يزيد القدم يعني بالنسبة لشف انت هضرت على الزي دي المنتخاب المغربي بطبيعة الحال من غير الزي دي كانت نشوف السلهام اللي انت لابسوا معنا لبانيت كيف اجدت الفكرة انكم تتديو معكم هذا السلام و ايش الفرق كله كان لابسة السلام تقريبا نحن كان مجموعة اللي دي جا كانت هم اللي عندهم اغلبية السلهام و معنا الناس خورين جداد ما عندهم امي هاد اللباس هادا و هادا السلهام بغينا قاعلي كيب ناصيونال كل يتكون عنده و ان شاء الله في المسابقات الماجئة كل شيء سيكون لابس نفس التونيك نفس اللهم سنزيدوا واحد اللمسة خورة جديدة لانه اذا بدرنا لاتوش بهذا السلهام المرة الجاية في المسابقات الخورة نديرو انتوش ماروكان عوتاني باش نخليوا عوتاني هذه البصمة دي المنتخب المغربي راح حاضر بقوة شوف مهدي انت حصلت على جائزة دي الاحسن طبق حكينا شوية على هذا الطبق اشن هواملش مكون كيف اشتفاز بالجائزة الطبق اللي استعملت انا يا انه مقبيلة بريدة خدمت على بخودوي بخودوي لوكال ديال التونيزي ديال كوت تونيزيان انا ومشيت المارشي ديالهم وشفت ذاك الشي اللي عندهم في المارشي ديالهم وهذا الشي اللي خديتوا من المارشي قدرت لهم الطبق انا قدرت لهم غويال ديالهم مع الكرافس والتفاح الاخضر وزيتعلي انا يا شوية ديال لمسات هذا زيتعلي شوية كافيار زيتعلي واحد لا تشويل صوتها بالافاغين بالبوغ وعذا خليت واحد لا توش زيتع ازياتيك باشتهم يتأتيرو والحمد لله فاش بدت تدوق المارشي روضى كان في المارشي بقتل الحكوك اذا اختررته في الدقيقة 90 انه كان مرتجلا انا لست استحرق ان اذا اشترك لهم لنمشي اذا انا باستعمل حيث بقعان كيف يفهمون لعدين انه لا اتجه مشابه هذا المطاعب مخت известно . مثل المطاعب كتاب . أريد ق wp قليس لاسه . يجب أن نخرج من أجواء المنافسة ونحن نتعلم شخصية 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 إمتى بدأت شخصية هذه الحرفة وكيف بدأها؟ الحمد لله بدأت في 2000 بدأت كارير ديالي بدأت في أمتي ريستوران من بعد بدأت تغييري وكنت طور فرصي دخلت شوية في الكوزين جابونيز ومشيت لطوكيو ودرت فورماسيون في توكيو في الكوزين جابونيز وقد بدأت معي شخصية شخصية ومشيت لطوكيو ومن ثم بدأت كارير ديالي بدأت طريقة طريقة ديالي وعندي فكرة أنه في كوزين خاصة تبغيها لكي تبغيك هذا هو ما يجعلني أن نزيد القدام أنني ديما عندك خياصي ديما نجيب شيئا وخام ما تكون هناك شيئا محطوطة نختار عملا بأنا بلو ونحطوك ومع التطوكيو التطوكيو خميخ من زوجة يحب الهدول وما كان هناك 22 سنة ديالي الخبرة كان أعطي للهدول تهمهم كنت نرى أن يا راستي فأنا يا الله أطلع هذا ما يجعلني نزيد القدام هذا ما يجعلني أن يعانسي في كاريرادي دخلنا من بعد انضمت الجامعة المغربية لفنون الطهي برئاسة المسترشاف عبدالسماد حمار الراس او ثاني بغينا ان نوصلوا الى واحد الحاجة الجديدة اشنا هي والعالمية حيث فاش كتولي كتشوف العالمية كتولي كتول خاصنين بجتهد كتر كتولي عندك اللي فورم ضوبل ما كيبقاش هذا اللي فورم حدود كتولي خاصك تقلب على شحويج لانتا توصل بهم اللي العالمية والحمدللله ما تحت اليواء ديالو وصلنا لشحويج اللي هما انتم ما كتوفهم وانه حصلنا على المرتبة الاولى وخدينا ديجا انه في الوال باربيكيو اللي تنظمت كذلك في تونس خدينا المرتبة الاولى والكأس العالم اللي فاته واخدينا ديجا انه تبارك الله ثلاثة ديال اللي تخوفي في مدت عام ونصف فالحمدلله احنا بالكاريرا يغادم زيانة وكنتمنى وكنتمنى ان الشباب تهوما هذا الشي اللي يشوفوا يمشيوا ما في هذه الطريقة لانه صراحة حرفة محترمة وعندها واحد المستقبل يعني بالنسبة لك الناس بزافتي يقولك انه الشف بحكم انه الخدمات وكثرة الطياب و هذا فضاره ما تطيبش واش هاي معقولة بالصح ولا لا معقولة انا انا ما كان قطيب معمرني احقصت شي حاجة كدبالك لان سبحان الله العظيم احنا اه 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 انا كان صوبها ونصوبها وعاجباني ولكن ما قدرش ناكلها ولكن اذا اكون واحد اخر صوبة شي حاجة الناس اسملكون يقولون انا لا يكون انا اه اذن ان تكون بخيتيك كين؟ مفضار!! ما امارني قدرت نصوب شي حاجة تجيني بزاغ احسيت عن لانت تقول له عندك واحد لا بيتود انت من المناسبه على ديما كلهنهار وانت من فارح الى اليوم انا كلهنهار مدراع من تقول له من خفة كي تقول لي مبعد بسوء عدد ان انا نيشي وانا ان اه احد اخر بان ان نصوب ما هي الرسالة التي توجهها المسؤولين على هذا المجال يجب أن نعطي واحد الاعتمام نحن نصرفه من جيبنك لا يوجد الترانسپور لا يوجد دعم الجامعة بدأت من 2019 عامين في طور النمو نتمنى من السلطات لأنها تجد واحد الاعتمام لذلك الجمعية لأنها في الحقيقة وصراحة وصلتها لعالمية لأن كل شيء يتعرض على المنتخب المغربي لفنو الطاية وشرفنا البلاد هذا هو المهم وحزينا الرأي المغربية لا في مطارات وكأس العالم كل مرة تتردد هذا النشيد الوطني شف مدي سؤال آخر أحسن مطبخ بالنسبة لك من غير المغربي بطبيعة العالم أحسن مطبخ عالمي بالنسبة لك هو الياباني الياباني طبخ ما هو معروف عالميا ليس معروف لأنه أوروبي هذا المطبخ لديه قيمة قيمة غدائية أنه الكثير من المغرب releasing دور المغرب كل موضوع ليس لا يوجد مواد الحافظة كل شيء ناتيرال لا يوجد شيء هي حاجة التي تتعرض الموضوع كل شيء ناتيرال كل شيء فري وكل شيء مهم وكانت تقريبا في الصحة ولكن ألاحتي أنه يستطيع أن يكون جهاز يفتح البلد كل هذا هو خارج من الجهاز اليابانية كلهم و هذا المطبخ لماذا أتضع عليه؟ لأنه طبخ تبدأ فيه و يمكن أن يعطي للمشاهد مما يتفيد منهم و يستفيد منها و لا يجب أن يتضبهم لأنه يتضرهم ويجب أن يكون هناك تباً في العالم كله ويجب أن تكون هناك كوزين جابونيس شكراً لكم نشكركم تموما ونشكر ماراكش الآن على هذا الاستقبال ونتمنى في الفرص القادمة تكونوا في الموعد وإن شاء الله سيكون تواصل بناتنا إن شاء الله شكراً